الجزء بقى الثالث اللي هو نتكلم فيه دلوقتي هو خاص باستخدام الضرب أو العنف ضد الأطفال يعني أو العقاب بشكل عام بما في ذلك العقاب النفسي المبالغ فيه سواء بالتهديد أو التخويف أو حتى عدم التصريح بالحب عايز أقولك يا جماعة مبدئيا كده إن كل الحاجات اللي أنا قلتها دي العنف والضرب والتخويف وعدم التصريح بالحب اللي هو مش هنحبك بعد كده وبتاع كل هذه الأشياء هي أشياء مرفوضة تماما ولا تحقق أي نتائج إيجابية في تربية الأطفال بل على العكس يمكن اعتبارها ودون أي مبلغة وسيلة من وسائل تعليم الطفل سوء السلوك وليس التربية هل الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي حالا ده كلامي أنا؟ لا وأنا مؤمن به جدا ودرسته طبعا ولكن الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكو دي ده هي توصية الجمعية الأمريكية لطب الأطفال الجمعية الأمريكية لطب الأطفال هي اللي قالت كل الكلام عايز أكلم حضراتكم بقى دلوقتي عن النتائج السلبية المباشرة الناتجة عن استخدام العنف مع الأطفال ودول ليهم اتجاهين النتائج السلبية دي ليها اتجاهين حاجات بتحصل على المدى القريب وحاجات بتحصل على المدى البعيد هنبدأ بالحاجات الأثار السلبية التي تحدث لتيجة استخدام العنف مع الأطفال على المدى القريب يعني أول ما نستخدم العنف كده إيه اللي بيحصل على طول يعني على طول دي مقصود بيها إيه مقصود بيها خلال نفس اليوم بعد أيام قليلة بعد أسابيع قليلة دي بنسميها في المدى القريب يلا نقول بقى الأثار السلبية عشان الناس تخاف وتتطعز وتفهم أنه العنف مع ولادها مش هيؤدي لحاجة مش بيؤدي لتربية تمام أول هذه الأثار السلبية اللي زي ما اتفقنا دي على المدى القريب هو أن يكون أو أن يتبنى هذا الطفل اللي احنا اتعاملنا معاه بعنف يتبنى هو شخصيا التعامل العنيف مع الآخرين سواء كانوا أطفال أو كبر وإحنا قلنا قبل كده يعني كنا تكلمنا قبل كده في نقطة تعليم الأطفال استخدام العنف فنقول الله هو إحنا اللي بنعلم الطفل استخدام العنف قلنا آه لما حد بيرتكب خطأ من وجهة نظر الطفل هشرحلكه تاني مش إحنا قلنا إحنا لما بنيجي مثلا نضرب الطفل وإحنا بنضربه ليه؟ عشان من وجهة نظرنا هو الطفل بيفكر كده هو أنا اتضربت ليه؟ علشان أنا عملت غلط فالغلط ده بابا أو ماما أو أي حد تاني يعني بتعامل مع الطفل شاف إنه نتيجة فعل هذا الخطأ أنا ضربتك حلو الكلام؟ الطفل بقى بعد كده لما أشعر إن فيه تصرف تم معاه والطفل من وجهة نظره شاف إن التصرف ده غلط يبقى ببساطة هيقول إيه؟ أنا هعمل زي ما بابا وماما عملوا معايا أنا هضرب اللي مثلا واحد جاي مثلا ياخد اللعبة دي من قدامي وأنا كطفل بقى شايف إن ده غلط هقوم هضربه فهمته قصدي؟ طيب تاني أثر سلبي ممكن يحصل نتيجة استخدام العنف مع الأطفال على المدى القريب هو العناد وتحديدا النوع الرابع من أنواع العناد وهو المعروف باسم عناد سوء السلوك وعناد سوء السلوك ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الطفل يعند يعني إن إحنا نطلب منه شيء أو التوقف عن فعل شيء وما يعملوش أو يعني يعند يعني خلاص هو واعي تماما أنه لا يطيع ما طلبنا منه ده اسمه عناد سوء السلوك وده النوع الرابع اللي عايز يعرف بقية الأنواع يدخل بقى على وسائل التواصل بتاعتنا يكتب كده يحكى أن حلقة العناد خلاص أنواع العناد عند الأطفال فعناد سوء السلوك ده بيكون نتيجة التعامل العنيف مع الطفل بشكل متكرر في فترات سابقة متواصلة تالت أثر سلبي رفض الطعام كتير جدا 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 من الأطفال مش كتير هو معظم الأطفال يعني اللي بيتم التعامل معاها بشكل عنيف تلاقي أكلتهم ضعيفة في أوقات قليلة للغاية للغاية بيحصل العكس أنه ما يكلوا كتير قوي والأكل الكتير قوي ده بيكون له صفتين الصفة الأولى أنه بيكون أكل غير صحي والصفة الثانية أنه بيكون الأكل الممنوع يعني تلاقي مثلا إحنا منبهين على الطفل أنك متأكلش الحاجات مثلا اللي فيها المقارمشات مثلا اللي هو مثلا أنا بتكلم عن الطفل الطفل اللي بيقدر يخرج مثلا برا البيت أو بيروح المدرسة الواحدة ويرجع أو ما إلى ذلك يوم الطفل يعند أو يرفض هنا يعني يأكل الأكل الكتير اللي هو مش اللي هو بيتقله عليه لأ دي نسبة قليلة أو أنه يأكل كتير يعني مثلا لو افترضنا أن إحنا في البيت وقلنا له متأكلش رز كتير عشان وزنك ما يزيتش أو متأكلش ماكورونا كتير أو متأكلش عيش كتير أو متشربش عصير كتير يوم يتعمد أنه هو يأكل الأكل اللي بيتقله عليه لأ وزي ما قلتلكم دي نسبة قليلة إنما السواد الأعظم أو العدد الأعظم من الأطفال بيجي معاهم النتيجة أنهما بيرفضوا الأكل مش خالص بس أكلتهم بتقل فبندخل بقى احنا في محور جديد وهو محور ضعف الطفل ده نتيجة سوء التغذية أو ضعف التغذية كل ده من أثار العنف عند قطب كل ده العنف دي يعمل كده ما هو تخيلوا كده معايا دايما أقول لكوا أنا الحكاية دي تخيلوا معايا الحكاية كده يعني أنت دلوقتي جيت بجد عشان تتخيلوا الموضوع ما هو الطفل ده بني آدم زي أنا زيه وهو بس الموديل بتاعه لسه صغير شوي تخيل كده حضرتك أو حضرتك جي حد أكبر منك أو أقوى منك رح مزعق لك على حاجة هو لسه مش عارف أو إنها غلط أو حتى لو غلط ورح مدد إيده عليك باباك مثلا ورح ضربك بالقلم أو زوجك بعد الشر يعني أو والدك أو والدتك خلاص وبعد ساعة يقولك تعالي كولي هتاكلوا؟ هتبقوا مش عايزين تاكلوا أصلا مش عايزين تعودوا حتى معايا مش عايزين تشوفوه انتوا فاهمين قصدي؟ فهنا فكرة إن الناس تقولك إيه هو إيه علاقة إنه يرفض الأكل بإن أنا عاقبته ما هو ما هي الحكاية كلها دايرة ومش معنى كده إن إحنا ما نقولش للطفل إنك ما بتعمل إنك ما تعملش حاجة غلط يعني إن إحنا نسيبه كده لنفسه لا بس أنا بتكلم عن استخدام العنف العنف الجسدي أو حينما العنف اللفزي ده أضراره كتيرة جدا ملوش فوايد خالق المؤكد إنه أضرار رابع الأثار السلبية هي الإصابة بأحد أشكال التلعثم كتير برضو من الأطفال اللي بيمارس معها العنف سواء بقى عنف منزلي عنف في مدرسة عنف في نادي على فكرة أحيانا أنا اكتشفت الظاهرة دي مؤخرا إن في أطفال كتير من اللي هم بيلعبوا الألعاب الرياضية يعني ففي يعني مدربين ليهم كل احترامهم طبعا والتقدير ليهم ولكن هم في حاجات يمكن مش فاهمينها شوي فتبصت لو أن المدرب في سبيل إنه هو يعني إيه إنه يفرد يعني هيبته على الفريق اللي بيدربه أطفال وهو كده فتلاقيه تبنى كده طريقة التعامل العنيف وأحيانا التعامل اللفظي عنيف وأحيانا يعني أنا آسف في الكلمة يعني ممكن يهزق الطفل قدام زملائه على أساس إنه هو إيه ما هو المدرب لازم يبقى كده إيه التأطفال عندهم شخصيه هو فاكر كده ده غلط كبير ده غلط كبير فده قد يؤدي إلى ظهور شكل من أشكال التلعتم لأن الطفل في أوقات كتيرة بيكون عايز يدفع عن نفسه أو عايز يبرر حاجة هو عملها حتى لو دفعه دم واهي أو ضعيف بس هو عايزك لكن خوفه أو العنف اللي هو لقاه في وجهه أو مورس عليه يخليه تلعتم يخليه مش عارف ينطق كويس فمع مرور الوقت أو تكرار هذا الفعل يحدث له أحد أشكال التلعتم خامس الأثار السلبية هو فقدان التحكم الإراضي في التبول والتبرز أيوة الأطفال اللي ما عندهمش أي مشاكل مرضية وأنا بأتكلم هنا عن مشاكل مرضية بيتهيقلي حضراتكم المتابعين يعني الجيدين بقى للحلقات اتكرر كتير قوي في حلقات الأسئلة تبصت له الطفل اللي يقوله إيه ابني عنده خمس سنين ابني عنده سبع سنين وما بيتحكمش في التبول أو ما بيتحكمش وانايا فساعتها بنقول إيه بنسير في المسار الطبي الأولي المسار الطبي اللي هو العضوي اللي هو المرضي نعمل تحليل برازي نعمل تحليل بول بنعمل دراسة ديناميكية التبول بنعمل أشعة على الجهاز البولي بنعمل فحص طبي عند تخصص أمراض الكلى أو أمراض المخ والأعصاء طب كل ده سليم 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 ساعتها بنقول إيه المسار الطبي الآخر أو الخطوة الثانية وهو إيه الطب النفسي يبقى الطفل بيعمل كده لأنه عنده مشكلة نفسية 99% من المشاكل النفسية المتعلقة بهذا الأمر بيكون له علاقة بالعنف خلوا بالكوا أوي من النقطة دي دي كانت الأثار السلبية اللي بتحدث نتيجة استخدام العنف مع الأطفال على المدى القريب كل ده على المدى القريب